اشتركوا في القناة المتطابقات 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 الم جيب تربيعها زايد جتا تربيعها يساوي واحد إذن لدينا في السؤال الأول أثبت صحة المتطابقات الآتية أولا السؤال الأول جتا تربيعها ناقص جيب تربيعها يساوي واحد ناقص تنين جيب تربيعها في البداية يجب علينا أن نفرق أن هنا يوجد الطرف الأيمن للمسألة الطرف الأيمن جتا تربيعها ناقص جيب تربيعها يساوي الطرف الأيصر الذي يساوي واحد ناقص تنين جيب تربيعها أولا الإجابة عند عملية الإجابة يجب علينا تحديد أي طرف الذي سنشتغل عليه حتى نوصله إلى الطرف الآخر في هذه المسألة هنا نحن اخترنا أن نأخذ الطرف الأيمن الطرف الأيمن يساوي جتا تربيعها ناقص جيب تربيعها سنأخذ هذا الطرف فقط إذن الطرف الأيمن يساوي جتا تربيعها ناقص جيب تربيعها حسب المتطابقة الأساسية الأولى التي تعلمناها سابقا جتا تربيعها زائد جيب تربيعها يساوي واحد هذه المتطابقة علينا دائما حفظها المتطابقة الأساسية الأولى جتة تربيحة زائد جيب تربيحة يساوي واحد نتوصل إلى المتطابقة التالية من خلال هذه المتطابقة الأولى من خلال القانون من خلال المتطابقة التي أمامنا وهي جتة تربيحة ناقص جيب تربيح زائد جيب تربيحة يساوي واحد هنا توصلنا إلى أنه الجتة تربيحة يساوي واحد ناقص جيب تربيحة تعلمنا سابقا هنا في المتطابقة الأصلية جتة تربيحة زائد جيب تربيحة يساوي واحد إذا أردنا هذه المعادلة بدلالة الجتة فقط إذن علينا أن نبقي الجتة هنا كما هي بالتالي يجب علينا أن نرى ما هي الإشارة الموجودة هنا هذه إشارة الجمع علينا عكس هذه الإشارة الطرح لقيمة جيب تربيحة للطرف الأيمن هنا والطرف الأيسر بالتالي موجب جيب تربيحة سالب جيب تربيحة بتروح قيمتين قيمة موجب وقيمة سالب بتشطب واحد ناقص جيب تربيحة إذن نتوصل إلى المتطابقة من القانون الأول جتة تربيحة يساوي واحد ناقص جيب تربيحة ثم نقوم بتعويض هذه المعادلة في الطرف الأيمن عن قيمة الجتة نرجع إلى الطرف الأيمن هذا هو الطرف الأيمن من نص المسألة الطرف الأيمن يساوي جتة تربيحة ناقص جيب تربيحة هنا سنستبدل قيمة جتة تربيحة هذه نستبدل قيمة جتة تربيحة إلى المتطابقة التي توصلنا إليها من المتطابقة الأولى قيمة جتة تربيع هنا قيمة جتة تربيعها تساوي واحد سالب جيب تربيعها إذن نذهب إلى الطرف الأيمن الطرف الأيمن نستبدل قيمة جتة تربيعها بقيمة واحد ناقص جيب تربيعها لتصبح المعادلة كالتالي واحد ناقص جيب تربيعها هذه قيمة جتة تربيعها قيمة جتة تربيعها هذا هو الطرف الأيمن جتة تربيحها استبدلنا بقيمة واحد ناقص جيب تربيحها اذا واحد ناقص جيب تربيحها هذه قيمة جتة تربيحها اشارة السالب هنا تبقى كما هي سالب وما بعدها جيب تربيحها ايضا يبقى كما هو اذا الطرف الايمن امامنا هو جتة تربيحها ناقص جيب تربيحها نستبدل قيمة الجتة تربيح بالمتطابقة التي توصلنا اليها من القانون الاول جتة تربيعها يساوي واحد سالب جيب تربيعها واحد سالب جيب تربيعها نستبدله بقيمة جتة تربيعها من الطرف الايمن ليصبح واحد ناقص جيب تربيعها ناقص هذه من الطرف الايمن كما هي بقيت جيب تربيعها طيب يوجد لدينا هنا واحد اشارة موجب سالب جيب تربيع وسالب جيب تربيع قيمتين متساعدة متساويات قيمتين متساويات اشارتهم سالب سالب جيب تربيع وسالب جيب تربيع يساوي سالب تنين جيب تربيع قيمتين متساويات اشارتهم سالب سالب جيب تربيعها وسالب جيب تربيعها قيمتين متساويتين واشارتهم سالب ليصبح لدينا الواحد صحيح بقي كما هو اما سالب جيب تربيعها وسالب جيب تربيعها هذه قيمتين متساويات إشارتهم سالبة أصبح لدينا سالب جيب تربيعها إذن الطرف الأيمن بعد عملية تحويل قيمة الجتة تربيعها من الطرف الأيمن حسب المتطابقة الأولى التي أنتجت لنا جتة تربيعها يساوي واحد ناقص جيب تربيعها أعطتني هاي المعادلة واحد ناقص جيب تربيعها ناقص جيب تربيعها سالب جيب تربيع سالب جيب تربيع سالب تنين جيب تربيع واحد ناقص سالب تنين جيب تربيعها هو أيضا يساوي الطرف الأيصر هذا هو الطرف الأيصر من المعادلة من نص السؤال واحد ناقص تنين جيب تربيعها نتج لدينا هنا أيضا واحد ناقص تنين جيب تربيع ه إذن ماذا فعلنا هنا؟ هنا في هذه المسألة الإثبات في جميع مسائل الإثبات أول خطوة علينا تحديد الأطراف هنا الطرف الأيمن وهنا الطرف الأيصر في هذه المسألة لست مجبر دائما أن تأخذ طرف الأيمن أو طرف الأيصر ولكن يجب عليك النظر للمسألة ما هو الطرف الأكثر تعقيدا التي تستطيع أن تجري عليه الحسابات ليعطيك ناتج توصل إليه إلى الطرف الآخر يعني ليس بالشرط أن دائما أن نختار الطرف الأيمن لكن في هذا السؤال نحن اخترنا الطرف الأيصر باستطاعتك أيضا حلها باستخدام الطرف الأيصر وتتوصل بالنهاية إلى الطرف الأيمن إذن أخذنا هنا الطرف الأيمن أجرينا عليه إجراءات حسابية باستخدام المتطابقة الأساسية الأولى المتطابقة الأساسية الأولى كانت جتة تربيعها زائد جيب تربيعها يساوي 1 أخذنا هذه المتطابقة بدلالة الجتة جتة تربيعها أصبح لدينا جتة تربيعها يساوي 1 ناقص جيب تربيعها ثم حولنا قيمة الجتة تربيعها من الطرف الأيمن إلى القيمة التي توصلنا إليها من المتطابقة الأولى واحد سالب جيب تربيعها لينتج لدي واحد سالب جيب تربيعها سالب جيب تربيع وسالب جيب تربيع يساوي سالب تنين جيب تربيع وهنا هذه آخر خطوة في المسألة آخر خطوة في المسألة هي تساوي نفس الطرف الأيصر من السؤال ننتقل إلى السؤال الثاني السؤال الثاني هنا علينا إثبات أن قاطع تربيع قاطع تربيعها قاطع تربيعها زائد قطع تربيعها يساوي قاطع تربيعها ضرب قطع تربيعها هنا هذا السؤال هنا يوجد الطرف الأيمن وهنا يوجد الطرف الأيسر الطرف الأيمن يوجد قاطع تربيعها زائد قطع تربيعها يساوي قاطع تربيعها ضرب قطع تربيعها أول خطوة حددنا أن هذا الطرف الأيمن وهذا هو الطرف الأيسر ننتقل إلى الإجابة بالإجابة علينا تحديد الطرف الذي سنجري عليه بعض الحسابات وهو الطرف الأيمن الطرف الأيمان من المسألة يساوي قاطع تربيعها زائد قطع تربيعها هذا هو الطرف الأيمان قاطع تربيعها زائد قطع تربيعها من المسألة من هنا حسب النسب المثلثية الثانوية نتوصل للتالي أن قانون القاطع تربيع يساوي 1 علاجة تربيعها نحن تعلمنا سابقا قاطعها يساوي واحد على جتها ولكن إذا كان لدينا تربيع علينا أن نربع الطرف البسط والمقام إذن قاطع تربيعها يساوي واحد تربيع على جتة تربيعها واحد تربيع يساوي واحد تبقى كما هي واحد جتة تربيعها إذن قاطع تربيعها يساوي واحد على جتة تربيعها أما عن قطة تربيعها يساوي 1 على جيب تربيعها ثم نقوم بتعويض هذه النسب في الطرف الأيمن الطرف الأيمن قاطع تربيعها زائد قطة تربيعها قطة تربيعها يساوي 1 على جتة تربيعها أما عن قطة تربيعها يساوي 1 على جيب تربيعها نأخذ هذه القيم ونعودها بالطرف الأيمن طرف الأيمن قاطع تربيحها استبدلناها بواحد على جتة تربيحها إشارة الموجب تبقى كما هي من الطرف الأيمن قطة تربيحها تساوي واحد على جيب تربيعها هنا يوجد لدي عملية جمع الكسور في عملية جمع الكسور يجب علينا توحيد المقاومات هنا المقام الأول جتة تربيحها هنا المقام الثاني جيب تربيحها يجب أن يكون في عملية الجمع والطرح الكسور توحيد المقامات في عملية جمع وطرح الكسور يجب توحيد المقامات نأخذ جتة تربيحها نضربها في البسط الثاني هنا هذا هو البسط الثاني للمسألة والمقام الثاني إذن نضرب هنا واحد ضرب جتة تربيحها جيب تربيحها ضرب جتة تربيحها ونأخذ هنا المقام الثاني نضربه في البسط الأول واحد ضرب جيب تربيحها ونضربه أيضا في المقام الأول جتة تربيحها ضرب جيب تربيحها ليصبح لدينا واحد ضرب جيب تربيحها من هنا واحد ضرب جيب تربيحها زائد واحد ضرب جتة تربيحها المقام نأخذ مقام واحد وهو جتة تربيعها ضرب جيب تربيعها هنا أصبح المقام موحد واحد ضرب جيب تربيعها يساوي جيب تربيعها إشارة الموجة بتبقى كما هي واحد واحد ضرب جتة تربيعها يساوي جتة تربيعها جيب تربيعها زائد جتة تربيعها درسناها سابقا أن هذا هو قانون المتطابقة الأساسية الأولى إذن من خلال المتطابقة الأساسية الأولى التي تنص على أنه جتة تربيحها زائد جتة تربيحها يساوي واحد جتة تربيحها زائد جتة تربيحها يساوي واحد نعوض عن البسط كالتالي البسط هنا جتة تربيحها زائد جتة تربيحها نعوضهم بقيمة واحد هنا جيب تربيحها زائد جتة تربيحها على جتة تربيحها ضرب جيب تربيحها قيمة البسط من المتطابقة الأساسية الأولى يساوي واحد ليش؟ لأنه جيب تربيحها زائد جتة تربيحها يساوي واحد من قانون المتطابقة الأساسية الأولى الذي ينص على أنه جتة تربيحها زائد جيب تربيحها يساوي واحد إذن البسط أصبح واحد والمقام يساوي جتة تربيحها ضرب جيب تربيحها سنعمل عملية تجزئة لهذا المقام ليصبح لنا واحد على جتة تربيعها ضرب واحد على جيب تربيعها واحد على جتة تربيعها واحد على جتة تربيعها هنا تحدثنا أن واحد على جتة تربيعها يساوي قاطع تربيع إذن واحد على جتة تربيعها يساوي قاطع تربيعها واحد على جيب إشارة الضرب تبقى كما هي إشارة الضرب طبقة كما هي واحد على جيب تربيعها واحد على جيب تربيعها يسوي قتى تربيعها إذن واحد على جيب تربيعها يسوي قتى تربيعها ونلاحظ أنه توصلنا إلى الطرف الأيصر من المسألة الطرف الأيصر قاطع تربيعها ضرب قتى تربيعها نرجع إلى المسألة للتأكد هذه المسألة هنا الطرف الأيصر الطرف الأيصر قاطع تربيعها ضرب قطع تربيعها بعد إجراء العمليات الحسابية من خلال نسبة مثلثية للطرف الأيمان الذي كان يساوي قاطع تربيعها زاد قطع تربيعها توصلنا إلى الطرف الأيصر الذي يساوي قاطع تربيعها ضرب قطع تربيعها الذي يساوي الطرف الأيصر من نص المسألة إذن المسألة رقم ثلاثة المسألة رقم ثلاثة الطرف الأيمان لدينا هنا جيب ها زائد جتها لكل تربيع يساوي واحد زائد تنين جيب ها جتها الطرف الأيمان يساوي جيب ها زائد جتها لكل تربيع يساوي واحد زائد تنين هذا هو الطرف الايمن وهذا هو الطرف الايصار للمسأل الاجابة نأخذ الطرف الايمن الطرف الايمن يساوي جيبها زائد جتها لكل تربيع خطوة الاولى علينا فك الاقواس اولا نقوم بفك المربع الكامل كالتالي فك المربع الكامل الان نعمل جيبها زائد جتها لكل تربيع هذه القيمة نضربها بنفسها مرتين ليش لانه لكل تربيع المربع الكامل جيب تربيعها زائد جتتربيعها ينتج عنه جيب تربيعها زائد جتتربيعها زائد تنين جيبها جتها زائد تنين جيبها جتها من خلال المتطابقة الأساسية الأولى جت تربيعها زائد جيب تربيعها تساوي واحد نعوضها في المعادلة رقم واحد معادلة رقم واحد هذه النتجة لدينا من فك المربع الكامل عندما نتج لدينا معادلة جديدة في المسألة قمنا بتسميتها هنا عملية التسمية أن هذه المعادلة الجديدة التي نتجت لدينا هي معادلة رقم واحد وهنا من خلال المتطابقة الأساسية الأولى جت تربيعها زائد جيب تربيعها يساوي واحد نعوضها في المعادلة رقم واحد المعادلة رقم واحد هنا كانت تساوي جيب تربيعها زائد جت تربيعها يساوي اثنين جيبها جتها جيب تربيع زائد جت تربيع يساوي واحد نستبدلها مباشرة ليصبح لدينا كالتالي 1 بدل هاي القيمة جيب تربيعها زائد جت تربيعها بدل هاد القيمة بنا نستبدلها ايش بواحد بصير في عنا 1 زائد 2 جيبها جتها هذا هو الطرف الايمن جيبها زائد جتها لكل تربيع يساوي 1 زائد 2 جيبها جتها ويساوي الطرف الايصر اذا نرجع لهذه المسألة مرة اخرى ان الطرف الايمن كان يساوي مربع كامل مربع كامل علينا فق الاقواس فق الاقواس في المربع الكامل ينتج لدينا معادلة جديدة المعادلة الجديدة تساوي جيب تربيعها زائد جت تربيعها زائد 2 جيبها جتها نتجت لدينا معادلة جديدة بشكل اخر نقوم بتسميتها ان هذه المعادلة تساوي رقم واحد نرجع الى المتطابقات الاساسية الاولى من المتطابقة الاولى جت تربيعها زائد جيب تربيعها يساوي واحد هنا جيب تربيعها زائد جت تربيعها نستبدلها بقيمة واحد هذه القيمة جيب تربيعها زائد جت تربيعها نستبدلها بواحد يصبح لدينا واحد زائد 2 جيبها جتها إذن الطرف الأيمن كان يساوي جيبها زائد جتها لكل تربيع يساوي واحد من وين إجا الواحد من هون من جيب تربيعها زائد جت تربيعها زائد تنين جيبها جتها بقيت كما هي ويساوي الطرف الأيصر لماذا؟ لأن الطرف الأيصر بالمعادلة كان يساوي واحد زائد تنين جيبها جتها لا هنا سنقف اليوم في حل هذه المسائل وفي الحصة القادمة إن شاء الله سنقوم بحل مسائل أخرى لهذا الدرس شكرا لحسن استماعكم